أكثر من ثلاثين مليار دينار عراقي استقطعت من موظفي تربية البصرة كتوقيفات تقاعدية لكنها لم تصل إلى صندوق التقاعد منذ سنوات اختفاء هذا المبلغ الكبير أثر سلبا على شريحة المتقاعدين وزاد من معاناتهم بالإضافة إلى تأخر صرف مستحقاتهم التقاعدية مبالغ كبيرة من التوقيفات التقاعدية لموظفي مديري التربية التي المخلوط تذهب إلى مديري التقاعد هي مفقودة وهذا هو سبب عدم ترويج المعاملات من قبل مديري التقاعد في البصرة المبلغ حقيقة المعلومات الواردة أنه يتجاوز ثلاثين مليار دينار ويوجد كلام على أنه جزء من المبلغ تم صرفه في أبواب أخرى بدون سند وغطاء قانوني تربية البصرة نفت فقدان المبلغ المذكور من حساباتها وإنما أرجعت السبب لوجود نقص حاصل من وزارة المالية ولديها كتب رسمية تثبت ذلك وبخصوص شريحة المتقاعدين فقد شكلت لجانا مشتركة للإسراعي في إنجاز معاملاتهم التقاعدية إنه لم يتم فقدان أي مبلغ من حسابات مديرية التربية البصرة متعلق بالغرض التوقفات التقاعدية بل كانت هناك نقص حاصل من قبل وزارة المالية في هذا الموضوع وعدنا ما يثبت كتبنا الرسمية ومخاطباتنا الرسمية إلى وزارة المالية وإجابة وزارة المالية بالموضوع ذهبنا إلى هيئة صندوق تقاعد موظفي الدولة من أجل حل حلة هذا الملف والحمد لله قدرنا أن نتوصل إلى حلول جذرية تجاه هذا الملف وما بين التأكيد والنفي يبقى القرار الأول والأخير بيد القضاء العراقي من أجل الكشف عن ملابسات الموضوع بالسرعة الممكنة وأنصاف شريحة المتقاعدين لقناة التغيير يونس الرباعي البصرة